الأستاذ حسام بتكلم عن شركات المرتبات بتاعتهم بيقول إنهما الشركات دي بتحط أصول أموالها في مثلا أو مجموع من المال كبير بيحطوه في البنوك على شكل ودائع أو شهادات وبيقبضوا العمال منها فهو بيقول هل الأبض بتاعنا ده حلال أم حرام مدام هذه الشركة اللي حضرتك بتقول عليها دي هي من الشركات اللي هي أنت بتضع المال بتاعها في البنوك اللي هي بتاعت الدولة وبتاخد الريع ده أو السمرة دي وبعدين تأبض منها العمال فكما هي جائزة في شأن الأفراد جائزة في شأن المؤسسات الكبرى اللي هي في شكل الشركات وفق القانون اللي طلع الخاص بالبنوك واللي في سنة 2004 وليحته التنفيذية اللي بتعتبر إن إيداعات المواطنين سواء في شكل أفراد أو مؤسسات في البنوك دي الإيداعات دي لون من ألوان الاستثمار والادخار وليست إقراض كما هو شائع وإن إحنا بس هي الألفاظ اللي بتشيع في مسألة التعامل في البنوك هي اللي بتوصم في كثير من الأحيان كثير من المعاملات البنكية وإحنا تعلمنا إنه الأصل العبرة بالمعاني وليس بالمصطلحات فقط فعملك هذا مباح والأبض بتاع حضرتك بردو كذلك كما إن لو حضرتك النهاردة خدت جزء من مالك وحطيته في البنك وتعيشت من الريح تعيشت من هذا الربح بتاعه هل إحنا بنقول أو نقلنا أراء الفقهاء في ذلك إنه ده لا يجوز نقلنا إنه هذا يجوز للإنسان وبالتالي إنه يتعيش من هذه الأرباح المواطن في الحالة دي سواء في شكل فرد أو مؤسسة بيضع هذا المال في هذه المؤسسة البنكية اللي هي مؤسسة وطنية بيحط فيها وكل البنوك تحت مظلة البنك المركزي تضع المال للإدخار وللاستثمار يا أخي الفاضل